طبابة ألف على ألف ألف أف أم مع سحر عبدالله العياذة المسموعة بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بساكم الله بالخير مستمعين الكرام مستمعي إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية معكم أنا سحر عبدالله رح أكون إن شاء الله معكم في هذه الساعة في برنامج طبابة ألف اللي طل عليكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة الواحدة للساعة الثانية ظهران اليوم رح نتكلم عن عدة مواضيع في حلقتنا رح نتكلم عن الأورام اللي فيها وبعدها رح نجاوب على أسئلة كثير صراحة جاتنا على الموقع التواصل الاجتماعي تويتر من المستمعين رح نناقشها ونتكلم فيها اليوم ورح نتكلم أيضا عن تكيس المبايض ومشاكل التحكم في البول رح نحاول نغطي كل هذه المواضيع إن شاء الله في هذه الساعة فاللي حاب يتواصل معنا في مواضيعنا لليوم يقدر يتواصل معنا أكيد عن طريق الرسائل النصية بإرسال أي سؤال يخص هذه المواضيع اللي رح نتكلم فيها إذا كنت من مشتركي STC على ثمانية أربعة سبع وسبعين صفرين وإذا كنت من مشتركي موبايلي ستمية أربعين ستمية وستين وإذا كنت من مشتركي زين على سبعة أربعة ستة اثنين ستة اثنين وأكيد ما ننسى حبايبنا اللي تواصلوهم معنا دائما على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على حسابنا ALIF ALIF FM وحلقة يوم الثلاثاء طبعا مميزة لأن اللي يميزها وجود الدكتور روائل عواد استشاري نسا وتوليد ومتخصص فيه جراحة التجميل النسائية وعلاج مشاكل التحكم في البول دائما يكون معنا يوم الثلوث هلو سهلا فيك دكتور روائل أهلا بك يا سحر وأهلا بكل المستمعين يا هلو سهلا طبعا كل الثلوث يكون معنا الدكتور روائل منورنا في الستيديو ولكن كل الثلوث يكون عندنا موضوع جديد وإن شاء الله الكل يستفيد من حلقتنا لليوم دكتور روائل نبدأ في البداية حلقتنا عن الأورام اللي فيها قبل لنتطرق ونسأل أو يعني في عندة أسئلة عندي من حبايبنا المستمعين فإن شاء الله ما نقصر مع الكل بالنسبة للأورام اللي فيها دكتور روائل إيش بالضبط الأورام اللي فيها أنا كلمة أورام هذه فجعتني شوية لما نتبال الواحد أورام يعني لسمح الله غير حميدة والأمور هذه فإيش بالضبط الأورام اللي فيها إيش مكسود فيها شوفي زي ما أنت قلت كلمة ورم كلمة خض وكلمة مخيفة لكن هي كلمة مخيفة في غير محلها وأنا هنا بطمن الناس وأقول لهم إن الأورام اللي فيها هي أورام حميدة وما بتتحول لأورام خبيثة يعني احتمال إن هي تتحول أورام خبيثة احتمال ضعيف جدا 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 يعني أقدر أقول إن هي ما بتتحول طيب يعني مو بشرط أبدا لا لا أبدا هي أورام حميدة تماما عشان كده الواحدة المفروض ما تخاف إذا عرفت إن عندها أورام ليفي ليه؟ لأنه شيء منتشر تخيل إنه موجود في أكتر من 30% من السيدات معظمهم معظم الستات ما بيشتكوا منه يعني لو إحنا جبنا 101 وعملنا لهم ألترا ساوند 30 40 ممكن 50% منهم يكون عندهم أورام ليفي معظم الستات دي ما بتشتكي من الورام الليفي ومعظم الأحيان كمان بيتم اكتشاف الورام الليفي بالصدفة يعني إيش بالصدفة؟ يعني مثلا واحدة رايحة تعمل ألترا ساوند لأي سبب بتتابعة تبويض عندها ألم أسفل البطن عندها لخبطة في الدورة عندها أي شيء يجي الدكتور يقول لها أنت عندك ورام ليفي تقول له إيش؟ يعني أنا عندي ورام دكتور خلاص تبدأ تبكي طبعا لأن كلمة ورام كلمة تخض طبعا فيعني الورام الليفي كلمة زي ما بقول لك مخيفة لكن في غير محلة طيب دكتور حظتك ذكرت أنه يعني ممكن يكون عندها ما يبحث فيه طبعا يعني معظم الناس بس شيء زايد عندها كلمة ليس زايد يعني هو شيء موجود في جسم المرأة وفي معظم الأحيان لا يسبب مشاكل لماذا؟ ما هي الأورام الليفي دعنا أقول لك يعني ما يعني ما يعني ورام لي فيه؟ نحن تكلمنا قبل كده وقلنا الرحم عبارة عن جدار عضلي يعني الرحم عبارة عن عضلات العضلات هي سحر هي التي تنقبض وقت الولادة لكي تنزل البيبي وزا ما كان فيه حامل وولادة بتنقبض برضو عشان تنزل الدور الدورة الشهرية كل شهر طيب هذه العضلات إذا اتضخمت بتعطينا الشيء اللي احنا بنسميه ورام لي فيه على شكل تضخم العضلات فيبينك أنه ورام بالضبط إيش يعني تضخم العضلات إيش رأيك أنت تضخم العضلات يعني إيش يعني عضلات الرحم عف كده مدفوخة يعني بالضبط بالضبط مفوخة زي بالضبط الناس اللي بتروح الجيم بلعب حديد إيش بيحصل في عضلاتها بيطلع لها عضلات صح بتتنافخ هذا بالضبط اللي بيحصل في حالة الألياف أو في حالة الأورام اللي فيها يعني الرحم كأنه راح الجيم عضلاته كبرت وهو كده بس ما في أي شيء تاني طب إيش سببها يعني إيش سبب وجودها إذا هي بس كده بس طالعة كده وما تأذي بعض الأحيان أو حتى إنها ما تنتبه إنها طيب خلينا أقول لك يعني تهت منك شوي ما فهمت إنه خلينا أقول لك العضلات هذي أو العضلات لما تكبر قديش ممكن تكبر ليش هي ممكن ما تسبب آلام أو ليش ما تسبب عرض بمعنى صح لأن هي ممكن تكبر شوي تكون صغيرة قد الكورة الصغيرة كويس ممكن تكون أكبر شوي زي مثلا كرة التنس الطاولة البينغ بونغ أوكي ممكن تكبر زي كرة التنس الأرضي ممكن تكون زي كرة القدم بتخيل لي واحدة ماشية وفطناها كرة قدم الواحدة دي في الغالب اللي عندها كرة قدم هيكون عندها عارض الواحدة اللي عندها شي صغير ممكن ما يبنلو عارض بس الفكرة مش بس في الحجم الفكرة في مكان الورم هنتكلم عليه بعدين طيب لازم تكون يعارفة كمان أنه الورم اللي فيه ممكن يكون كرة واحدة ممكن يكون أكتر ممكن يكون عشرة ممكن يكون أكتر كمان من عشرة لكن الفكرة فحشتين حجمه ومكانه وهتكلم عليه بعدين طيب إيش سببه زي ما دي سألتيني سألتيني السؤال ده في كذا حلقة على أسباب أشياء كثيرة وقلت لك نفس الرد الله أعلم ما لأي سبب الله أعلم نحن ما نعرف السبب لكن نحن متأكدين أن وجود الأورام اللي فيها لها علاقة بصديق المرأة غير الوفي اللي احنا تكلمنا عليه قبل كذا إيش هو أنا أعرف أنت مركزة معي أو أنت مركزة معي لا أنا أتوهم بينك دكتور روائل ما شاء الله عليك بالرغم أنك مميز في طريقة تفصيلك للسؤال وشرحك لكن كثرة المعلومات اللي صارت عندي يعني ما أنت مركز لا مركزة بس أنا نسيت صراحة خلينا أقول لكم صراحة معاك طيب إحنا تكلمنا قبل كذا وقلنا أنه فيه هرمون مهم جدا بالنسبة للمرأة ومنسميه صديق لكنه غير وفي ليش؟ لأنه مش مضمون الهرمون ده هو هرمون الأنوثة اللي بنسميه هرمون الاستروجين يعني هو لازم يكون موجود لكن لازم يكون موجود بقدر معين إذا زاد الهرمون ده عن حده بينقلب بينضده يعني يبدأ يعمل مشاكل للست يعمل لها مشاكل على شكل ألياف يعمل لها مشاكل على شكل بطانة مهاجرة ممكن يعمل لها أشياء تانية سرطان في الراحم سرطان في الثدي وكذا فإحنا لازم نكون عارفين أنه عضلات الرحم دي عايشة على هرمون الاستروجين اللي هو إيش؟ الصديق الغير وفي لو سألتك يعني لو لا تقولي لا خلاص أنا حفظت اسمك يعني أي مشكلة كده غريبة وما لها أسباب واضحة يعني أو أسباب أساسية نمسك في هرمون الأنوثة هذا هو مهم جدا لكن لازم يكون موجود بقدر معين إذا زاد ما أدريش الله يصير زي ما قلت لك أورام لي فيها بطانة مهاجرة تكيّس لا يعني هذا شيء خلاص كل شيء تأخر في الدورة وكل شيء فعلشان الألياف أو عضلات الرحم بمعنى الصح عايشة على هرمون ده إحنا ما بنشوف الأورام اللي فيها في البنات قبل سن البلوغ ولا في الستات بعد سن انقطاع الدورة لأنه قبل سن البلوغ الهرمون بيكون مرة قليل وبعد انقطاع الدورة الهرمون برضو بيقل أوكي يقل ولا يختفي بعد لا بيقل بيقل لا بيقل يعني أنا شوفي أنت اللي قلت سن الياس أنا ما قلت سن الياس أنا قلت على اللي يسمونا لا ما قلت اللي يسمونا لأنه أنا بقول لك أنا قلت سن انقطاع الدورة طيب مركزت عليها تيجي أنت تقولي لسن الياس اللي هو المينو بوز ما فين اليأس ما في يأس مينو بوز مينو يعني انقطاع و بوز قصدي مينو يعني الدورة و بوز يعني انقطاع انقطاع الدورة ما العلاقة باليأس باليأس طيب نبغى نعرف دكتور مين النساء اللي يزيد عندهم احتمال وجود الالياف الاورام اللي فيها و مشاكل في الالياف لكن هنطلع فاصل اعلاني قصير دكتور واقل وبنرجع اكيد نكمل حلقتنا اليوم خليكم معنا لا ترحوا بعيد ارجعنا لكم من جديد في برنامج طبابة الف و مكملين حلقتنا المميزة بوجود دكتور واقل عواد استشاري نسا وتوليد و متخصص فيه جراحات التجويل النسائية و علاج مشاكل التحكم في البول نجازين نتكلم قبل الفاصل عن الاورام اللي فيها و اكيد تواصلكم و مشاركاتكم معنا اتهمنا على موقع التواصل اللي تتماعي تويتر على حسابنا ALIF ALIF FM و حسابي S7R underscore AB و حساب دكتور روائل ايضا دي آر واقل او واقل طيب دكتور روائل قبل الفاصل كنا جاسين نتكلم و حذرتك ذكرت انه الاسباب غير معروفة لكن هرمون عدو المرأة لا لا ما هو عدو صديق 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 غير وفي صديق غير وفي صديق غير وفي عدو والله انا من سؤالي صديق غير وفي فهذا عدو لا لا ما تكت تعيشه من غيره طيب هو أحياناً يكون مسؤول عن المشاكل هذه اللي تشكي منها أي المرأة طيب يا ترى إذا الأسباب هذه مهي واضحة كثير يعني خلينا نقول أو ما هو سبب رئيسي طيب أجل مين السيدات اللي يزيد عندهم الاحتمال للوجود أبرضو ما هو شيء معروف أو لا فيه معروف إحنا قلنا أنه الألياف مرتبطة بزيادة هرمون الأنوثة إذن الستات اللي بيزيد عندهم احتمال وجود الألياف هم نفس الستات أو البنات اللي عندهم زيادة هرمون الأنوثة ممتاز مين هم ذول البنات أو الستات البنات اللي تأخروا في الزواج أو الستات اللي تأخروا في الحمل ليه؟ لأن إذا الوحدة تأخرت في الزواج معناها الحمل تأخر معناها أنه ما فيه رضاعة فالمبيض بيكون شغال على طول من غير فترات راحة وقاعد يفرز ليش؟ هرمون الأنوثة صحيح مظبوط طيب إذن الزواج بدري على سحر والحمل بدري شيء جميل وبيقي السيدات في المشاكل الصحية كثيرة من ضمنها الورامل ليف الورامل ليف أشايفها الميزة للزواج المبكر صحيح بس خلينا نقول لك على الحاجة قبل ما نروح من النقطة دي الفكر مش بس الزواج الفكر الزواج والحمل فالزواج المبكر طبعا مبكر مش معناها أنه 14 سنة و15 سنة الزواج المبكر يعني في السنة الطبيعي لكن الفكرة مش بس الزواج الفكرة المهمة أنها تحمل ويا ريت كما تردى طيب من ثاني بيكون عندهم زيادة في هرمون الاستروجين أو هرمون الأنوثة البنات اللي عندهم زيادة أو السيدات اللي عندهم زيادة في الوزن لأننا قبل كده تكلمنا وقلنا عن زيادة الوزن صحيح عن زيادة الوزن لأنه الخلايا الدهنية بتصنع هرمون الأنوثة أنت عندك خلايا دهنية أكثر هرمون الأنوثة بيكون زادة عندك أكثر مش أنت طبعا تكلم على الناس التانية طيب ممكن كمان يكون منتشر في عوائل معينة يعني لاقي الأم عندها هرم ليفي البنت عندها هرم ليفي هرم اللي وراثية يعني ممكن احتمال ممكن احتمال الأم الجدة بالطريقة دي الناس اللي من أصول أفريقية بتزيد عندهم احتمال وجود الأورام اللي فيها كمان ممكن يزيد وقت الحمل وممكن يصغر يعني في الغالب يصغر بعد سن انقطاع الدور ممتاز طيب حظة تذكرت ما في لا يوجد أعراض صحيح إذا كان حجم الورم صغير أو في أعراض ثانية ممكن تحس فيها طيب خلينا أقول لك بالنسبة للحجم بالنسبة للحجم أنا قلت أن الحجم مهم والمكان مهم والكمية صحيح أو لا الكمية قلت مهم طبعا يعني الكمية الحجم بس هو أهم شيء الحجم والمكان لكن لما نجي نتكلم على الورم اللي فيه فباكي تفتكري إيش قال الشاعر معظم النار من فين؟ من مستسغر الشرر يعني إيش؟ ممكن يكون عندك ورم ليفي كبير وما يسبب أعراض وممكن يكون عندك ورم ليفي صغير ويسبب أعراض كثيرة ليش؟ ليش؟ على حسب المكان وفي الغالب كده عشان أقول لك بصفة عامة الأعراض في الغالب بتزيد كل ما قرب الورم من فين؟ من تجويف الرحم ليش هو ممكن يكون له أماكن تانية؟ أيوه ما قلنا نتفقنا أنه الرحم عبارة عن جدار عضلي يعني عضلات ممكن اللعضلات دي تكبر وتبقى جوه الجدار ده وممكن تكبر وتطلع منه برا الرحم إلى البطن وممكن تكبر وتطلع منه إلى داخل تجويف الرحم يعني أما أنها تكون الجوه العضل نفسها جوه الجدار دخ relationship عندك جدار بتكبر العضلات يا تطلع من نafية دي يا تطلع من ناحية دي إذا طلعت برا يعني طلعت برا تجويف وطلعت إلى البطن نفسها أو تدخل جوه تجويف الرحم نفسه وإذا كانت جوه تجويف الرحم في الغالب الأعراض بتزيد حتى لو كان الورم صغير طيب إيش الأعراض اللي ممكن تحصل زي ما تكلمنا أو زي ما تفقنا قبل كده إنه ممكن ناس كتير من السيدات يكون عندها ورم ليفي وما يكون عندها أي أعراض وتكتشفهم ما يكون عندها أعراض يعني ما تدري عن شي عندها ورم ليفي وعايش ممكن جدا عندنا كان واحدة بنت وست في هذا المبنى 20-30-100 ممكن نصهم ممكن تلتهم يكون عندهم ورم ليفي ولا يدروا طيب إيش هي الأعراض اللي ممكن تكون موجودة لما تسمعها الست أو البنت يشك إنه عندها ورم ليفي طيب أول شيء من هذه الأعراض هي النزيف لكن النزيف ده له خصائص معينة يعني تيجي الست تقول لك إن الدورة صارت غزيرة أو صارت طويلة بيش يعني طويلة؟ كلمنا برضو في هذا الموضوع قبل كده سعر يعني بتطول أيام كثيرة أنا عارف أنها طويلة بتطول كم يعني؟ أنا عارف أنها طويلة بتطول مش طويلة بتقصر أنا بدأت حقيقي أشرد منك يعني وبدأت تعليقات على التويتر بخصوص الموضوع هذا يعني عفوا قطعت كلامك بس ضحكتني تغريدة من سعدي نزير الله يسعدك أعطيك ألف عافية يعني طويلة بتطول طب كويس طويلة طويلة إحنا اتفقنا قبل كده إنه رينج الطبيعي للدورة هو تقريبا من يومين ثلاثة إلى سبع أيام أي شيء أكثر من سبع أيام ما يعتبر دورة يعتبر نزيف كويس؟ طيب تيجي الست تقولك أنا الدورة صارت عندي تسع أيام عشر أيام ممكن أكثر يعني الدورة بتيجي وقتها لكن بتطول طب من نفسه زي ما قلت أنا لا بتطول كم يوم بالأيام بزيادة على الأيام العادية طبيعية يعني باعي أكثر من سبعة ثمانية زي كده شفتك هذا القص خلاص ممتاز 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 حلو طيب إيش يعني غزيرة؟ إيش يعني الدورة صارت غزيرة؟ أنا قلت صارت طويلة أو صارت غزيرة إيش يعني غزيرة؟ يعني زي بكمية زي نزيف بالضبط غزيرة يعني معناها إيش؟ يعني ممكن الدورة تنزل على شكل أوصال تلاقي الست أو البنت بينزل منها أوصال غامقة ممكن البنت من كتر غزارة الدورة يحتاج تستخدم أكثر من فوطة صحية بنفس الوقت ممكن تحتاج أنها تغير الفوطة الصحية بكثرة يعني كل ساعة كل نصفات تلاقي حطة فوطة صحية ليش؟ إنه زي ما غيرت هينزل الدم على ملابسها وممكن وهي قاعدة على كرسي أو حاجة تلاقي بقع الدم على الكرسي كل هذه الأشياء من أعراض غزارة الدورة إذن غزارة الدورة أو طول الدورة من أعراض اللي ممكن تخلي الست أو من الأعراض اللي ممكن تخلي الست أو البنت تشك إن هي عندها ورمليف طيب خلينا أقول لك الحاجة في شيء أبأكد عليه في ناس بتقول وذا كلام مش مظبوط إنه الدم اللي بينزل بين الدورة والدورة من أعراض الأورام اللي فيها طبعا ده غلط لا الدم اللي بينزل بين الدورة والدورة من أعراض الأورام اللي فيها ولا الدم اللي بينزل بعد انقطاع الدورة اللي هو سن إيش؟ أكيد مش سن اليأس المنوفوز المنوفوز اللي بيحصل في نهاية الأربعينات أو في بداية الخمسينات مش بسبب الألياف ولازم الست ما تسكت عليه ولازم تروح للدكتور طبعا هتيجي تقوليه لأنت بس انت قلت لي قبل كده فانه ممكن يحصل وقت الطبويد ينزل شويه دم على البنت او الست مظبوط في نص الدورة مظبوط بس اللي هينزل نقط انا بتكلم هنا واحدة بين الدورة والدورة ينزل عليها دم يوم يومين ثلاثة هذا الشي مش طبيعي اما كم نقطة كم نقطة دم في نص الدورة ما في مشكلة وده في الغالب معناه انه في هذه الدورة حصل طبويد طيب بس عفو دي تر لا اقاطعك بس هذه يعني لو تكرر عندها هذا الشي صح مو بلو صار مرة واحدة يعني لو من اول ما يصير اول مرة يكون خطر اذا حصل اذا واحدة انقطعت عندها الدورة تماما وجاء نزل عليها بعد كده دم يعني احنا بنقول سن انقطعت دورة الدورة ما تيجي لمدة سنة خلاص واحدة امرها نهاية الاربعينات بداية الخمسينات انقطعت عندها الدورة لمدة سنة حتى لو نزل عليها دم لمدة مرة واحدة او لمرة واحدة في خلال السنة بعد السنة مفروض تروح للدكتور عشان تكشف وتشوف إيش المشكلة دي طيب إيش ممكن يحصل تاني الوحدة عندها آآ ألياف في الرحم أو أورام لفيا ممكن يحصل عندها ألم أثناء الدورة طيب ما كل الناس بيحصل له ألم صحيح بس الألم ده بيكون شديد وفي الغالب الألم ده له علاقة بغزارة الدورة ونزول أوصال من الدم يعني كل ما كانت الدورة غزيرة كل ما بتزيد الألم وممكن الألم كمان تستمر بعد ما الدورة تخلص ممكن كمان يحصل أشياء تانية ألم أثناء الجماعة يعني احتمال مش كبير بس ممكن يحصل الألم هنا ما بيكون سطحي يعني مش هي الألم المهبلية اللي بتكون معها بداية الدخول لا دي بتكون ألم فين أسفل البطن طيب ممكن يحصل يجهز ولا لا أكيد حيحصل ولا مش عارف يعني ممكن أنا أحس أكيد إذا كل شيء ممكن يحصل في ألم من جوة يعني في الرحم لا هي ما تعلقة بالألام إحنا اتفقنا إنه المشاكل بتزيد كل ما قرب أو كل ما دخل الورم اللي فيه جوه جدار الرحم أو تجويف قصدي تجويف الرحم طيب المكان ده هو المفروض يكون في البابي صح ولا لا فالبابي ما لاقي مكان ينغرس فيه وما في مكان يسق فيه أكيد الورم بيكون ما خلق مكانه مش كده الورم حتى لو كان صغير عشان كده بقولك إنه لما تفكري في الأورام اللي فيه المسألة مش الحجم بس أوكي فالبابي ما بيلاقي مكان ينغرس فيه وما في مكان يسكن فيه أو ينغرس فيه فبيحصل إجهاض ممكن كمان يحصل تأخر في الحمل يعني إذا جبنا إذا جبنا مئة واحدة ست عندهم عندهم ألياف حوالي خمسة أو عشرة منهم بس بيحصل لهم تأخر في الإنجاب وفي شيء مهم أنت قلت لي عليه واحدة مشي بكورة طبطنا ماذا يكون عندها؟ انتفاخ يعني مو شرط يكون عندها ورم يعني إذا واحدة عندها كورة أم أنها تكون حامل أوكي ما أدري يمكن تكون توها والدة ولسه بطنة مخذة وضعية أو زيادة وزن صحيح يعني أكيد ما رح يجي في بالي عندها ورم ما ليه في دكتور وائل ولا يعني حستبعد طبعا إذا كنت مني بدكتورة بس إذا واحدة يا سحر ما هي متزوجة وجهالك ببطنها منفوخ قدامها ما أدري غزات أو قولون يعني حقيقة ما رح يجي ما رح يجي في بالي أبدا إنه ممكن يكون عندها كنت علمي أو الأدبي كنت علمي أو الأدبي؟ لا لأنه شيء يعني ردي على شيء صعب علمي أو الأدبي ما تبي تقولي لأن الدكتور أكيد يعني معقول بشوفها ترا يمكن عندك أورام رح يشيك لا لا شوفي إذا واحدة بالنسبة لي ما رح يجي في بالي أبدا لا إحنا بيجي في بالنا ليش لأنه في إذا واحدة إحنا دكتور إحنا بيجي في بالنا إذا واحدة ما شاء عندنا تفخ في البطن يعني في الغالي في شيء مسبب الانتفاخ صح إنتي الكلام اللي قلت إذا لسه والدة الرحم بيأخذ وقت إلي ما ينزل جوه الحوض لكن إذا مش والدة ومعندها مشكلة تانية ممكن جدا يكون عندها كيس في النبيض أو ممكن يكون عندها ألياف طيب الليف ده أو الورم الكبير ده هو في الرحم وإحنا عارفين إنه الرحم قريب جدا من المثانا مظبوط هيدغط على المثانا إحنا عارفين كمان إن المثانا دي هي اللي بتجمع فيها البول ما تجي البنت إيش تقول تقول أنا فروح الحمام كثير كثير صحيح لأنه وما زال الانتفا بينضغط عليها بالورم عفوا إن دكتور وائل راح قطعت كلامك لكن مضطرين نطلع فاصل عياني قصير وراجعين أكيد مكملين حلقتنا لليوم خليكم معانا لا ترحون بعيد طبابة ألف على ألف ألف أف أم مع سحر عبد الله العيادة المسموعة تكلمنا قبل الفاصل عن أعراض وأسباب الأورام اللي فيها مع ضيفنا الدكتور وائل عواد استشاري نساء وتوليد متخصص في جراحات التجميل النسائي وعلاج مشاكل التحكم بالبول دكتور وائل نبغى نعرف كيف بيكون التشخيص دكتور وائل شوفي ايش الخطوات أهم وأشهر طريقة للتشخيص هي الألتراساوند إذا كانت السيت متزوجة بنعملها ألتراساوند عن طريق المهبل إذا كانت مش متزوجة بنعملها ألتراساوند عن طريق البطن طبعا ممكن نشخص بالمنظار والمنظار بيكون للعلاج والتشخيص وفي أشياء تانية ممكن تنعمل بس أنا ما بدخل في تعقيداتها لكن أهم شيء هو الألتراساوند الألتراساوند هو اللي يبين في العلاج سأتينا على العلاج أو لا رح أكيد الآن ننتقل لمرحلة العلاج دكتور وائل في العلاج بيعتمد على أشياء كتيرة بيعتمد على الأعراض بيعتمد على سن المريضة بيعتمد إذا كانت المريضة هذه طب أجيب أولاد ثاني فالله خلصت خلاص طيب أهم شيء في الموضوع أنه مش كل الأورام اللي فيها لازم تنشال أنه إحنا سحر سنة كم 2015 ما إحنا في 1715 في 2015 وليس إلى الآن في ستات بيفتحو لهم بطنهم عشان يشيلوا ورملي في صغير أخيلي هذه الست معقولة ممكن يحصلها نزيف ممكن يحصلها تساقات تدمر لها مستقبلها كله بدون أي داعي إذن إذا ما فيه عراض ما فيه داعي للعلاج إلا إذا كان شيء كبير طبعا والكبير ده يسبب عراض طيب كيف العلاج؟ الجراحة زمان كان لازم يفتحوا بطن المريضة عشان يشيلوا 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 الورم اللي فيه لكن الآن معظم الحالات بتنعمل بالمنظار يعني لو فيه ورم في تجويف الرحم بنعمل منظار ونشيل الورم بدون فتح البطن بتدخل المنظار جوه المهبل عنق الرحم الرحم نشوف الورم اللي فيه نازل كأنه زي زي النجفة نازلة من 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 الرحم أو من تجويف الرحم بنك قعد نقاشر فيه شوية 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 يعني إحساس إحساس غريب شوية لما إنك مش دكتورك إنك إنك بالضبط واحد زي معلمين الشواروة بالضبط كأنك بالضبط طيب ممتاز أنا أتوقع هذا الوصف اللي أنا رح أفهم ما فهمت كيف نقطع شوية وشكله زي النجفة بالضبط كأنك عندك شي معلق وتكودي تشيلي منه شوية 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 إليه ما تطلعي كله طيب لكن إذا كان الورم ده داخل جوه البطن وكان كبير وعامل مشاكل بتعمله منظار وإنشال برضو عن طريق البطن في طريقة تانية بيعملوها أطباء دكاتة الأشعة بيعالجوه عن طريق القسطرة هذه بتنامل عن طريق دكاتة الأشعة اللي بيسموهم الأشعة التداخلية إذن عشان بس ألخص لك المضوفك المثين المفروض نخاف من حكاية الورم اللي في دي ولا منخاف منها ما نخاف منها ليه؟ لأنه ورم حميد ومش هتحول لسرطان شيء منتشر جدا وفي الغالب في الغالب ما بيكون له أي أعرض ممتاز وبذات النقطة المهمة اللي ذكرتها أنه مو المفروض أنها تشيله إذا كان ما فيه أي أعراض وإذا كان صغير لأنه كمان حتى لو شلتيه ممكن يرجع يطلع أحد غيره لأنه اللي طلعه أول مرة سببه مموجود ممكن تشيله تفتح البطن وتشيله والسببين لها النزيف التهابات التصاقات وبرضو يطلع لها ورمليفي تاني ممتاز طبعا خلينا أرجع أذكر حبيبنا المستمعين اللي حاب يتواصل معنا أكيد يقدر يرسل أي سؤال عن طريق رسائل النصية في كثير من الأسئلة دكتور وائل وكثير من المستمعين بذات الأسئلة المتكررة واللي يمكن في حلقتنا سابقة ما مدانا نجاوب عليها السؤال اللي دايما يتكرر من المستمعين بخصوص الحمل بعد الولادة والإجهاض دايما يسألون أنا أجهدت مرتين ثلاثة أقدر أحمل ثاني دايما السؤال هذا متكرر يعني بعد الطرق فإيش رأيك دكتور وائل شوفي بعض الإجهاض ممكن الست تحمل لما تكون هي جاهزة نفسيا وجسديا تحمل أي وقت ما في مشكلة مش لازم تحمل بعد شهر شهرين ثلاثة المهم هي تكون جاهزة نفسيا تعرفي فيه ناس كتير فيه ستات كتير بعد الإجهاض بيتأثروا بيزعلوا طبعا احنا متفاهمين هذا الوضع فمش معقول تكون هي لسه نزلها بيبي ونقولها تحملي في الشهر الجاي أو الشهر البعد هي أكثر وحدة هي أكثر وحدة ممكن هي تعرف ظروفها وتعرف حالتها النفسية وحالتها الجسدية عند أحد يساعدها ما عند أحد يساعدها فهي لا بتقرر لكن ما في ما في وقت معين أقدر أقول لك والله بعد الإجهاض لازم تستنى فترة معينة ما في أي فترة معروفة يعني طيب وبالنسبة اللي بعد يعني إذا كانت توها مثلا توها والدة وتبغى تحمل ثانية وبرضه ما في وقت معين صح؟ هو شوف يعني ما في خطر عليها يعني هو طبعا الحمل المتكرر حمل مش كويس يعني المفروض أن الوحدة ترتاح بين الحمل والحمل وزي ما زي ما زي ما حدينا بيعلمنا الرضاعة لمدة سنتين السنتين دي إذا حصل رضاعة مش هيحصل طبويد فمش هيحصل حمل فلازم الوحدة ترتاح بين كل حمل وحمل لأن كل بيبي بياخد من جسم الست شوية طب ماذا ممكن نبدأ إذا واحدة تبقى تمنع الحمل هل الرضاعة الوحدة كافية ولا لا؟ ده برضو سؤال بيتكرر كتير هل الرضاعة لوحدة تكفي ولا ما تكفي متى ممكن الوحدة تبدأ حبوب من الحمل وأي وسيلة من الحمل بعد الولادة أو بعد الإجهاض زي ما أنت قلت خلينا أقول لك بعد الولادة متى بيرجع التبويد إحنا مش ممكن يحصل حمل بدون تبويد متى بيرجع التبويد بعد الحمل قصدي بعد الولادة بالغالب بيرجع بعد شهر شهر ونص إلى ثلاثة شهور يعني ما بين خمسة واربعين يوم إلى تسعين يوم فانعندي نوعين من الستات بعد الولادة واحدة ما بتردع فيه ممكن تبدأ تستخدم وسائل على طول زي مثلا إبرة World ممكن تستخدم اللولب حتى بعد الولادة الطبيعية والقيصرية على طول بعد الولادة لكن حبوب من الحمل العادية يعرف أننا نوعين من حبوب من الحمل حبوب الرضاعة ممكن تستخدمها على طول وحبوب العادية اللي هي نوعين من الهرمونات حبوب من الحمل العادية في الغارب نستخدمها بعد شهر من الولادة. لكن لازم مهم جدا ان احنا نتأكد ان السيدة هذه ما عندها شيء بيزود احتمال حدوث مشاكل في الدم لها. ما هي الاشياء هذه هي تكون فوق 35 سنة انه وزنها زايد او تكون بتدخل. هذه الوحدة اللي ما بتردع. طب لو كان بتردع. احنا قلنا ان الوحدة وهي بتردع ما بيحصل تبويض. بس هدا الكلام صح ولا غلط. هو الكلام ده صح. هو غلط في نفس الوقت. ليه? لانه لازم الوحدة عشان نتأكد ان ما بيحصلها تبويض وهي بتردع. يكون في ثلاثة اشياء موجودة. اول شي لازم تكون والدة من اقل من ستة شهور. ممتاز. لازم تكون ما بطيعة للبيبي اي شيء تاني غير رضاة طبيعية. يعني مش رضعة طبيعية و رضعة صناعية. ما ينفع. تكون تردع. ولازم تكون ما جاءتها الدورة. اذا كان عندها ثلاثة اشياء هذي. احنا نقول ان هي ما عندها طبويت. طيب. اذا كان بتردع. ممكن تستخدم اشياء بعد الولادة على طول. ما تأثر على الرضاعة الطبيعية. زي حبوب الرضاعة. الوقت الذكري. اللاولب. ام. وممكن برضو بعدين تستخدم حبوب من الحم العادية. لكن معظم الناس بتستخدم يا حبوب الرضاعة يا اللاولب يا الوقت الذكري. وكل هذه الاشياء ممكن تستخدمها بعد الولادة على طول. ام. 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 خلينا أقول لك هي بالضبط يعني بعد الولادة الطبيعية الطبويت بيرجع بعد حوالي شهر أوكي طيب في أشياء ممكن نستخدمها بعد الولادة على طول وفي أشياء ممكن نستخدمها بعد الولادة بشهر اللي بعد الولادة بشهر هي الحبوب العادية اللي ممكن نستخدمها على طول هي الواقع الذكري حبوب من الحمل حبوب من الحمل اللي بيسموه حبوب الرضاعة واللولب أوكي هذه ممكن نستخدمها على طول ممتاز. بعد الإجهاض. بعد الإجهاض. الطبويض ممكن يحصل زي ما قلنا في الغالب بعد شهر أو ممكن بعد ثلاثة أسابيع. لكن بالنسبة للإجهاض الذات ممكن يحصل حتى بعد أسبوع. فأنا بفضل إنه الست اللي ما تبقى تحمل بعد الإجهاض أو تبقى تريح لها شهر شهرين ثلاثة تبدأ تستخدم أي وسيلة لمنى الحمل على طول بعد الإجهاض. لأنه أسوأ شيء ممكن يحصل إنها دوبة يعني حصل لها إجهاض وما تبغى تحمل وتلاقي نفسها حامل. ممتاز. من ضمن الأسئلة أيضا دكتور روائل اللي كثير تكررت معانا في حلقتنا السابقة من المستمعين. السؤال اللي هو ليش الوحدة في بداية البلوغ دائما يكون التبويض ما انتظم. لإنه إيش الأسباب؟ يعني شوفي هذه المشكلة المنتشرة تجيكي واحدة بنت أمرها 14 15 16 17 تقول لك هي ما بتشتكي من طبويد الحقيقي هي تشتكي من عدم انتظام الدورة. بس إحنا متفقين إنه اللي بينظم الدورة هو الطبويد. إحنا إحنا سحر اتفقنا إن البنت بتنولد وعندها رصيد كبير من البويضات في كل مبيض والرصيد ده بيقل كل شهر. عند البلوغ بيكون باقي في رصيدها حوالي 400 إلى 500 ألف بويضة في كل مبيض. وإحنا اتفقنا أن التبويض هو اللي بيزبط الدورة. الدورة. يعني انتظام الدورة معتمد على انتظام التبويض. طيب. يعني أنا هقول لك أشرح لك هي الطريقة كان في واحد زمين لدكتور اللايرا حملان هو توفى. اللايرا. كان دائما يشرح للمرضى بهذه الطريقة وكانت مرض تعجبني. كان دائما يقول لهم إنه أتبري إن البويضات دي كأنها سيارات واكفة في معرض. المعرض ده اسمه مبيض. والدماغ بيرسلها إشارات علشان تشتغل. طيب متى بيبدأ الدماغ يرسل إشارات؟ عن سن البلوغ. طبعا. البنت بتنولد بالسيارات هذه. لكن ما بيبدأ ما بيبدأ الدماغ يرسلها الإشارات إلا عن سن البلوغ اللي هو عشر أو اتناشر سنة. يعني انت عندك سيارة واكفة في المعرض لمدة عشر أو اتناشر سنة. فأول مرة تشغليها. أكيد ما رح لطول. هتنتع وتوقف شوية تشتغل شوية وبعد فترة يبدأ يمشي الحال وتزبط الأمور وتمشي معك كويس. ده بالضبط اللي بيحصل. في بداية الفترة اللي هي بعد بلوغ. كويس. وبرضو الحكاية بتحصل لقبطة الدورة بتحصل. آم قبل ما تنقطع الدورة اللي هو نهاية الأربعينات. ليه؟ لدي حين انت عندك سيارة صلها 40 سنة شغالة. برضو مش هتشتغل كويس. تبدأ تسقن وتنتع ومش عارفة ايش توقف الأخير. وده اللي بيحصل. بسن القطاع الدورة اللي وحنا إن شاء الله ممكن نتكلم. مش سن اليأس. اللي المنفوز. هتكلم عليه مرة تانية. نخصص لحلقة إن شاء الله كاملة. من ضمن هنطلع فاصل أول شيء. هنطلع فاصل أعلاني قصية الدكتور وائل وبنرجع نكمل الأسئلة المتكررة. خليكم معانا. لا تروحون بعيد. نكملين الأسئلة وأغلب الأسئلة المتكررة اللي دائما تجينا من المستمعين. في بعض التغريدات بس قبل لا أقرأ لك السؤال الثاني دكتور روائل. في تغريدة من سارة بوجيه تقول إيش تأثر الألياف حتى لو كانت صغيرة على التطور الحمل. اللي نتكلمنا لو كانت صغيرة وما لها أي أعراض وملازمة تشيلها والأمور هذه تأثر على الحمل. شوفي يعني ممكن الألياف حجمها يزيد وقت الحمل. وزي ما قلنا إن هي بالغالب بتصغر بعد سن قطاع الدورة. يعني وقت الحمل ممكن تزيد. لكن نحن لا نعالجها وقت الحمل. حتى لو عملت عملية قيصرية وشوفتي ورام قدامك لا نشيله لأنه كمية الدم اللي بتكون في الرحم أو الرائحة للرحم بتكون مرة كثيرة. فبيكون في خطورة نحن نعالجه. وفي الغالب هو بيرجع يصغر ثاني. فإذا كانت صغيرة. إذا كان واحدة ستة عندها الياف وهي حامل في الغالب ما يحصل له مشكلة حتى لو كبره إنه مش هيكبر بنسبة مرة كبيرة. فأنا بطمنها يعني ما ما تقلق. ما تقلق. ممتاز. آآ في سارونة بعد تقول إنه آآ إذا الدورة آآ قليلة يعني ثلاث أيام هل هذا يعتبر في ضرر أو شي خطير؟ من ثلاثة إلى سبع أيام رينش طبيعي للدورة. ما في أي مشكلة. عقولة؟ ايه ما في أي مشكلة. من ثلاثة لسبع أيام ما في أي مشكلة. أهم شيء الدورة تكون بتيجي منتظمة وزي ما تكلمنا قبل كده. منتظمة مش معناها في نفسي اليوم كل شهر. منتظمة معناها أن هي ما بين ثلاثة أسابيع إلى خمسة أسابيع. ما بين واحد وعشرين يوم إلى خمسة وثلاثين يوم. وحتى يعني هذا هذا معناها انتظام الدورة. لكن أنا بالنسبة لي أهم شيء الدورة تكون بتنزل حوالي أربع مرات في السنة علشان ما يحصل مشاكل في بطانة الرحم. فالدورة لو قلت يعني الدورة لو قلت لو الوحدة جتها الدورة. أربع مرات كفاية؟ أربع مرات كفاية علشان تحمي بطانة الرحم من هرمون الإستروجين اللي هو الصديق غير الوفي. والله معلومة أول مرة. أعرف أنت وقعت قليل أربع مرات. أربع مرات ممكن ست أو البنت اعتبرها قليلة لكن صحيا مش هتأثر عليها. مش هتأثر. طب ممتاز كويس. لأن في نسمع ناس كثير ما بالشهور يعني ما ما تجيها. لا هو شوفي إذا إذا وحده ما هو أنا كمان ما أبغى أقول لها أنه أنت ما تأثر عليك صحيا لكن ممكن تأثر عليها نفسيا. إذا واحدة. طبعا. تيجي تقولي أنا الدورة بتجيني أربع مرات في السنة بس. ما أقول لها روحي بيتك امشي. لا. أشوف تأثير عليها يعني نفسيا. لأنه مش كل الناس زي بعض. وتوقعاتها مش زي بعض. إذا هي تبغى الدورة يكون منتظمة. نشوف السبب. إذا ما في سبب. إذا في سبب ونعالجه. لكن ممكن ما يكون في سبب. وبرضو ممكن نزبطها الدورة حتى لو ما في سبب. ممتاز. من ضمن الأسئلة المتكررة بعد دكتور وائل. اللي في كثير يسألون عن تكيسات تكيس المبايض. اللي عندها تكيس ما بعيد تشتكي من إيش بالضبط. وكيف كيف تشخصها. كيف كيف بيتم التشخيص. تكيس المبايض. تكيس المبايض مرض زي ما تكلمنا قبل كده إن هو مرض. ولا أشهر يعني هو مرض أكثر شان كل واحدة تجيك العيادة يقول لك أنا عندي تكيسات أو عندي تكيس. تكيس المبايض السحر من الآخر كده هو خلل هرموني بيؤدي إلى اضطراب في الطبويد. واحنا تكلمنا قبل كده وقلنا إنه نظام الدورة معتمد أو تنظيم الدورة معتمد على تنظيم الطبويد. إذا كان التبويد منتظم الدورة يكون منتظمة. فهادي واحدة عندها مشكلة في الطبويد. ميش هيحصل لها؟ هيكون عندها عندما انتظام في الدورة. صح. مشكلة. وما عندها طبويد هيكون إيش عندها تاني؟ هيكون عندها تأخر في الحمل. أكيد. لأنه هي عندما عندها تطبيق المشكل الثالثة التي ممكن بتحصل ممكن يحصل ثم عندهم الناس أي عندها أو البنات أو ستاتهم على تكيش في المبايد ديكون عندها زيادة في هورمون هورمون اللي هو الصديق الغير عندهم زيادة في هورمون الذكورة امaux أمس اوكي عندهم زيادة في هورمون الذكورة ما شرعهم ذي حبوب الشباب حبوب الشباب في الوش وفي الجسم يكون عندها كمان شكوى مرة كبيرة زيادة في الشعر وهنا ما بأكصد زيادة في الشعر بتيجي في الأياد وفي الرجول زي ما قلت لك قبل كده في الوجه وفي المنتصف الجسمية يعني شنب يعني لحية شعر في الصدر شعر في الظهر طبعا الأعراض دي بتختلف من احتمال الحدوث بتختلف من ستة الثانية أو من بنتة الثانية مش لازم يكون عندها كل الأعراض أنا عندي عرضين أو ثلاثة كفاية عشان أشخص وجود تكيس المبايض ممتاز طيب في سؤال أيضا عن علاج بالنسبة للناس اللي تشتكي من تكيس المبايض أو اللخبطة في الهرمونات وعندها زي ما ذكرت الشعر الزايد في الأماكن الغير مرغوب فيها أو الحبوب اللي تطلع بكثرة على الجسم والوجه أوكي شوفي بالنسبة للشعر الزايد والحبوب اللي بتطلع في الوجه حبوب معنا الحامل طبعا هو أساس خلينا بس نقول أنه أساس علاج تكيس المبايض هو نزول الوزن لأنه 50% تقريبا نص البنات أو السيدات اللي بيشتكوا بيشتكوا من تكيس المبايض بيكون عندهم وزن زايد لكن ليس كلهم وزنهم زايد فالناس اللي عندها وزن زايد لازم يكونوا عارفين أنه أساس العلاج هو نزول الوزن وبعدين نشوف إيش المشكلة يعني الخطوة الأولى الخطوة الأولى لازم في كل الأعراض دي كانت هي لحبطة في الدورة كانت هي تأخر في الحمل كانت هي زادة في الشعر وحبوب لازم وزنهم ينزل طيب هننزل لها وزنها بعدين نعطيها حبوب من الحمل حبوب من الحمل مهمة جدا في علاج الحبوب اللي في الوش وزيادة الشعر ليه؟ لأنها بتعمل يعني بتعمل بطرق مختلفة لتعديل الارتفاع بهرمون الذكورة اللي قلنا عليه مهمة جدا طبعا نحن ممكن نعطي علاجات ثانية علشان نساعد آآ حبوب من الحمل لكن لازم نكون عارفين إن حبوب من الحمل والعلاجات الثانية دي بتشتغل على الحد من من ظهور الشعر الجديد يعني هي واحدة عندها شعر الآن مش هيروح بالحبوب ولا بالأدوية الثانية اللي نسميها انتي اندروجن مهمة مهمة لازم تشيل الحبوب لازم تشيل الشعر الموجود الآن تشيله بالشمع تشيله بالليزر تشيله بأي طريقة مهم أي طريقة لازم الشعر مهمة لكن برضو شيء مهم جدا إن إحنا لو استخدمنا شمع أو ليزر بس مش كفاية لإنه بيرجع ثاني بالضبط لأنه هيشيل الشعر الموجود لك مش هيمنع ظهور الشعر الجديد تجد قول لك البنت يا دكتورة استخدمت الليزر و ما نجح معايا إذن اساس العلاج هو نزول الوزن وحبوب من الحمل وزي ما قلنا الليزر أو الشمع بأدوية تانية اللي هي قلنا عليها أنتي أندروجينز متى بنستخدمها؟ بنستخدمها بعد حوالي 6 شهور إذا ما تحسن الوضع مع حبوب من الحمل لحالها ممتاز طيب تقريبا باقي معنا شوية وقت دكتور وائل راح في أيضا في سؤال ثاني من ضمن الأسئلة المتكررة اللي جاتنا في الحلقات السابقة نحن نحاول أن نوفي مع كل المستمعين مشكلة تكلمنا فيها قبل كذا عن التحكم في البول وإيش أسباب مشاكل التحكم في البول عند السيدات؟ يعني ممكن باقي شوية دقايق نحاول أنت لو مقرتي التحكم في البول أنا حسب بالإنتعاش لأنها هي هذه شغلة الأساسية يعني طيب شوفي الأسباب الأساسية هي بتتعلق بالولادة الطبيعية يعني الست اللي بتولد مرة بتكون معارضة يعني يحصل لها مشاكل في التبول أكثر من الست اللي ما حملت ولا ولدت بالنسبة كم؟ بالنسبة حوالي 3 أضعاف وكل ما زاد عدد الأطفال بتزيد احتمال المشاكل لكن إيش اللي بيحصل؟ الأعراض دي ما بتزهر على سحر بعد الولادة على طول بتبدأ في الغالب في نهاية التلاتينات أو بداية الأربعينات ممكن إنها ترجع مش ترجع تبدأ بس ما بتربط بين الولادة وبين المشكلة دي يعني تقول لك والله أنا ولدت من 10 سنواتي دكتور ليش بيحصل لي مشكل في البول الآن هي صح المشكلة حصلت من 10 سنين أو من 7 سنين أو من 5 سنين لكن في الغالب بتزهر معظم مشاكل البول بتزهر في نهاية العشرينات أو في بداية التلاتينات لكن ممكن تظهر قبل كده فلازم نكون عارفين أن السبب الأساسي أو من الأسباب الأساسية من الولادة الطبيعية من الأسباب الأساسية زيادة الوزن وطبعا فيه أشياء تانية ناس اللي عندها سكر ناس اللي عندها ربو كل هذه الأمراض أو كل هذه الأشياء بتزود احتمال إصابة الست ب عدم التحكم في البول أو مشاكل التحكم في البول اللي هو بيسمه مو سلس أو غيره يعني ممتع طيب بنلاحظ كثير دكتور وائل أن قليل من النساء أصلاً تتكلم عن هذه المشكلة كيف نبنعطيهم يعني كذا باختصار عن نبنتكلم شوي عن العلاج عن علاج هذه المشكلة فإيش رعيك شوفي هو ما قدر أقول لك علاج لأنه العلاج بيختلف من حال الحال يعني بعض الحالات بنحتاج لها أدوية أو هي بتحتاج أدوية عشان تقلل من حساسية المثانا أو مثلاً ممكن بعض الحالات تحتاج حقن بالبوتوكس وده بيعتبر من الأشياء الجديدة في علاج مشاكل البول وفي بعض الناس بتحتاج تمرين في بعض الناس بتحتاج عمليات العمليات دي بسيطة لكنها متطورة غير العمليات التي بتنعمل زمان زمان كان بيفتح البطن زي فتحة العملية القيصرية الآن بتنعمل على عن طريق المهبل بدون فتح البطن وما بتستغرق يعني في العمليات اللي 20 دقيقة تحت التقدير الموضعي والمريضة ممكن تروح البيت في نفس الوقت أو في نفس اليوم قصدي المهم في الموضوع لنستعرف أنه لازم هي تتحكم في المثانا مش المثانا التي تتحكم فيها يعني الست أو البنت لازم تروح الحمام وقت ما هي تبغى ولازم إذا كحت أو عطست ما ينزل عليها ولا قطرة بول إذا نزل عليها قطرة بول أو قطرة من البول مع الكحة أو العطس أو حسنا أنها تروح الحمام بكثرة أو بينزل عليها بول قبل ما تروح الحمام ده معناه أنها عندها مشكلة في المثانا ولازم تروح تتعالج إنه هو مش هيروح لحاله أكيد يعطيك ألف عافية دكتور روائل شكرا شكرا لك للأسف انتهت حلقتنا لليوم يعطيك ألف ألف عافية شكرا لكي وشكرا لمخرجتنا وشكرا لكل المستمعين حلقة رائعة ونتمنى الكل يكون انبسط واستفاد بعد من هذه المعلومات الرائعة اللي اليوم قال لنا إياها دكتور روائل كما معنا دكتور روائل عواد سيشاري نساء وتوليد ومتخصص فيه جراحات التجميل النسائية وعلاج مشاكل التحكم في البول انتهت حلقتنا لليوم من برنامج طبابة ألف وأكيد إن شاء الله بكرة راح يكون معنا ضيف جديد وموضوع جديد نشكر كل اللي يتواصلوا معنا في حلقتنا لليوم وطبعا راح أترككم الآن مع برنامج فيتامين لكن حتكون زميلتي نوها سعدي اليوم بدال زميلتنا كابتن ريمة زميلتنا كابتن ريمة عندها شوية ظروف لكن إن شاء الله أكيد حتكون موجودة في الحلقات الجاية راح أترككم الآن وارجع لتقي فيكم من جديد الساعة خمسة من ساعة خمسة للساعة ثمانية في برنامج السيديو السلاطي مع زميلة سلطان العبد المحسن كنت معاكم سحر عبد الله وقلكم فمان الله طبابة ألف على ألف ألف أف أم مع سحر عبد الله الهيادة المسموعة